الصواريخ اللي وقعت في العراق أيضاً مهزلة تفضل هاي كيف تفسرها؟ هاي كيف تفسرها؟ ما حدنا بيانات رسمية نحن عن نوع الضربة وقوة الضربة ولماذا هذا الكتمان والتعتيم على الأخبار يعني وناتي إلى أن نفند يعني عسى أن نصل بتحليلنا إلى فتشي معقول يقتنع بي المشاهد على الأقل نحن ما عندنا الآن فقط تصريحات وعندنا صواريخ ساقطة على الأرض العراقية لحد الآن خلية الإعلام الأمني أو الجهات المسؤولة ما شرحت لنا هذه الصواريخ مين إسرائيلية قسم يقولون لا هاي إيرانية مضادات جوية والأخبار متضاربة بشكل سأعود لك إلى ما قبل حوالي 43 عاماً في سنة الواحد وثمانين إسرائيل قصفت مفاعل تموز النووي أنا كنت شاب صفوة الكلية حتى التلفزيون العراقي كانت القناة الأولى والقناة الثانية يعني سبعة أو تسعة كانوا يسموهم انقطع البث تماماً كان وقت غروب انقطع البث تماماً عن التلفزيون العراقي الصوري وصارت الضربة على مفاعل تموز اللي موجود بالتواثة يعني بالمدائن ثقي ما أحد يعرفه من الحكومة العراقية ما هي الضربة إلى أن إسرائيل أعلنت بأننا ضربنا المفاعل يعني لديهم قابليات حين ذاك على إيقاف كل أنظمة الرادار اللي موجودة مع العلم كان العراق مطور تقريباً وقفه حتى التلفزيون العراقي الآن يعني أنا ممكن أول تحليل قلت الضربة أتت عن طائرات الأف خمسة وثلاثين الشبحية صح هي 2800 كيلومتر مداها لكنه ممكن أن تم عملية رضع جوي بالمنطقة وممكن أن طير من الخليج ما حد يعرف يعني ما أكوفت إسرائيل عدها تكتم عالي جداً المؤسسة العسكرية لديهم يرون بأن هذه الأمور طيل كثمان بعد ذلك ينقلوها لكن هم متخوفين من الثرثار نتنياهو لأنه إذا كانت الضربة مؤثرة لا يسكت نتنياهو فوراً يصرح بأنه إحنا ضربنا وكانت إصابات مباشرة إيران بتفسيراتها يعني تقول ثلاث طائرات هاي اللي كواتلافتر ما عرفش اسمها هاي المروحيات من الصغار اللي ما توصلها يعني مسافات طيب إذا كنتوا تصررون بأنه على هذا الموضوع هل أنتم مخترقين إلى الحد اللي أنه يطيرون لكم طيارات من داخل إقليم أصفهان حسب ما كان معي أحد المحللين فجراً أنه يطيرون عليكم طيارات من داخل إيران ويقصفون داخل إيران طيب هاي الصواريخ اللي وقعت في العراق عندنا مال منه هو هذا يقول إسرائيلي إسرائيلي شو وصل إليه منه وقسم شهود عياني يقول شانت منتجها من إيران مضادات جوية كانت على الحدود الإيرانية وصقطت بالعزيزية وبالصوارات تريد لك بلد منهم يذكر حقائق باستثناء نحن منتظرين موقع المونيتر ذكر ويمكن نيويورك تايمز اتطرقت إلى هذا الموضوع وبحضل وكالات الأجنبية لكن كبيان دولة كبيان دولة نحن في الساعة كذا تعرضنا إلى هجوم وكان ماكو ماكو هذا سببين يا أما مجهولية الهجوم يا أما مجهولية الهجوم والتكتم على الخسائر يا أما فعلا هو ماكو هجوم يعني ماكو غير تحليل يعني لأنه ما عندك أشياء من حكومات صادرة تستند عليها كل الجماعات عايشين على التصريحات وعايشين على يعني تفضل هسا بسر بتيت المسل الأمن القومي اليراين لم يقع أي هجوم خارجي على أصفان تفضل هاي كيف تفسرها هاي كيف تفسرها زين طيب إسرائيل بينما إسرائيل وزير الأمن مالتهم والله يقول قال إن هذا الهجوم مهزلة طيب استأسر ما مهزلة مهزلة هي فعلا مهزلة فعلا مهزلة وحتى الصواريخ اللي وقعت في العراق أيضا مهزلة نعم هاي المهزلة الأكبر خليها ببالك أنا المهزلة الأكبر أراها هاي الصواريخ اللي لحد الآن ما نعرف مين اتجاهها ومين وين الرادارات اللي إحنا قلنا أنا يوميا أصيح بأنه عندنا رادارات عالية التردد إزين وين الرادارات وين يعني هاي مشكلة ترجمة نانسي قنقر